أبو ظبي الدوحة ثم جدة عطر فرنسي يحمله ماكرون في زيارته الخليجية يحاول فيه تلطيف أجواء التوتر الخليجي مع لبنان بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والذي استقال الجمعة بعد طلب من الرئيس الفرنسي بشكل مباشر لعله يرأب الصدع الذي تؤكد الرياض أنه يتجاوز قرداحي ويعود لهيمنة حزب الله على الدولة في لبنان ماكرون الذي تؤكد الوقائع فشله بحل حالات الأزمة السياسية الداخلية في لبنان ولو أنه ظاهريا نجح بإقناع الفرقاء بتسوية مؤقتة يحاول حاليا جاهدا إقناع القادة الخليجيين وخصوصا السعودية بإعادة دعمها للبنان اقتصاديا وسياسيا في ظل رياح الأزمات التي تعصف به ومع تعويل قادة الأحزاب اللبنانيين على الزيارة لا يبدو أن لبنان بالفعلية مركز في صميمها فهناك أهداف أخرى كما أعلن الإيزي اقتصادية وسياسية تخص فرنسا نفسها تطرح بقوة على جدول أعمال ماكرون وهو ما يعني أن الموافقة الخليجية وإن تمت فستكون شكليات لا أكثر إرضاء لطموح باريس بلعب دور جديد في التوازنات في الشرق الأوسط أمام هذه التوقعات تبقى الانتخابات في لبنان هي الورقة التي تعول عليها باريس لإحداث اختراق في الأزمة اللبنانية سياسيا لكن التحديات ستبقى أكبر من المأمول مع تقرير كشف فيه موقع موند أفريك الفرنسي أن حزب الله لن يوافق بهذه البساطة على التنازل عن هيمنته في لبنان وسيسعى حزب الله بحسب الموقع الفرنسي إلى عرقلة الانتخابات وبث الفوضى في البلاد مستغلا الطموح الرئاسي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فضلا عن ربط الاستحقاق الانتخابي بتسوية ملفات إقليمية لا سيام مع إيران وهو الأمر الذي لن يرضي دول الخليج وعلى الأخص الرياض التي لن تقبل إلا بمعالجة جذرية للأزمة في المنطقة وحسم ملف تغول إيران فيها